اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 سوف يجمعنا لقاء خاص مع ضيفة خاصة من القاهرة مصر اماني الوشاحي هي من الشبكة المصرية للامازيغ في هذا البلد لكن هي كذلك باحثة في الشأن الامازيغي الى اخره من جوانب شخصه الكريم اماني الوشاحي معنا مباشرة في الخط من القائرة مساء الخير اماني موسيقى 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 كيف الحال خير الحمد لله ربما امازيغيان واحد من المغرب واخرى من اقصى شرق شمال افريقيا مصر يلتجي انا ويضطران الى المحادثة باللغة العربية نظرا لأسباب يعرفها الجميع الامازيغ مصر لا 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 اماني من جديد مساء الخير نستغل فرصة لنبعث بتحياتنا كذلك لزميلنا محمد براس في اقصى شمال اسبانيا في خيخون مساء الخير السي محمد ازول يا ثومت رشيد اجواز الضمقران لثومة الاستاذة المناظلة اماني والشاهي احييك اماني والشاهي و يوم سعيد لنتواصل لنتحدث في القضايا التي تهم الشعب والانسان امازري ابن الشمال افريقيا وبمناسبة احيي واهنئ اخوتنا في ازواد وانئهم عن انتصار عظيم التاريخي اه اتمنى ان نسيرون في هذا المصار وان ولملا ان تكون اول دولة امازيغية في الشمال الافريقيا تسطورا وانتماءا اه انا سعيد جدا بهذا الخبر اه الخبر اليوم الامس 6 ابريل اعلان استقلال ازواد عن المالي ونحن نؤديهم كم نحن سعداء بهذا الخبر كما نحن نحن سعداء ايضا وكثيرا كثيرا جدا بلقائنا اليوم الخاص مع اماني الوشاحي من اقصى شرق شمال افريقيا من مصر الحبيبة اماني بداية دعنا نقدم شخصك الكريم لمستمعين كما تعرفين نحن نتوجه بهذه الاذاعة التي تبث فقط عبر الانترنت نتوجه الى جاليتنا المغربية في العالم دعنا نقدم شخصك الكريم لمستمعين ومستمعتنا انا في الانترنت المساحي انا اعمى زيادية مصرية من بيغ الريف اتعود الوصول الى قرية سرخانة باقليم النظور في الريف تحديدا قليلة ايس بانيس انا انا موجودة هنا في مصر و كان عندي نشاط مجال التنميز الديني مجال يكن تعودوا في عادة قيانات من عجل مناهضة التنميز ومناهضة الوحادية ومناهضة العنف الطائفي ثم اتست الشبكة المصرية من اجل الامازيغ في 2010 في قايرة وهي من اجل جميع الامازيغ وليس امازيغ مصر تحديدا وانخرطت الحركة الامازيغية و تسعط حتى وصلت اجعل منصب مستشار رئيس منظمة الكونغرس العالمي الامازيغي بس لهذا الاختصار نعم تفضلت قلت ان اصل العائلة وعائلتك من قبيلة بني شيكر من اقصى شمال المغرب كيف عرفتم من هذه الحقيقة التاريخية في عائلتكم هذه متناولة في العائلة يعني هذه معلومة كيف عرفتها من ابويا وابويا كيف عرفها من عبي نعم هذا السؤال انا اشتغرب ان يسأله لي المزيغي لان هذا السؤال يسأله لي المصري لا نعرف مع المستمعين لا نعرف عن بجدية هل الهجرة عائلتك ترجع الى قبل قرن وقرنين وربما عاشرة قرون لا نعرف نريد ان اسمع الاجابة من عندك ربما انتم لم تسمع لكن هناك الالام الالكتروني الامازيغي سألني هذا السؤال كثيرا ويمكن الاجابة كثيرا لا الهجرة تعود الى واخر قبل 19 يعني هجرة حديثة وليس بعيدة ولذلك انا اتذكرها او لا تذكرها في العائلة استاذ اماني ما اريد ان اقول السيوى السيوى الامازيغية ام ان الامازيغ الذي يعيش في سيوى فقط مواجرون اماني 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 تسمعوني اماني 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 تسمع من يسمع هذا أن أحد أبرز نشطاء أمازيغيين في سيوى يعتقد أن كل أمازيغان في هذه المنطقة الأمازيغية أرض الأمازيغية قوحة يعتقد أن هؤلاء أمازيغان سواء مهاجرون هاجروا من الريف ومن السوسة تفهموا نقص لنا؟ أنا لا أسمع الصوت جيداً أنت تسأل عن أمازيغ سيوى؟ سأتفضل بسؤال بعبارة أخرى ربما ستستشفين من خلالها لا أنا لا أسمعه جيداً أنا أسمعك أنت جيداً إذن سأضطر لي معاودة السؤال بعبارة أخرى ربما أماني تواجد الأمازيغ في مصر ككل ما هو تاريخه؟ إلى ماذا ترجع الأصول؟ أي أصول عند الأمازيغ في مصر؟ هل هي موجات مهاجرين شمال إفريقين؟ ربما من المغرب الأقصى ومن الجزائر؟ كيف تم هذا التواجد الأمازيغي في مصر؟ الأول تحديداً هو الأمازيغ جاء هنا مصر من حوالي 3-3 سنة من عصر لالك رمسيس الثالث في نهاية الأسرة العشرين وبعدين استقروا في مصر يعني دي كانت موجة الهجرة الأولى دي كانت موجة الهجرة الأولى كان هناك موجة للهجرة الثانية في عصر الدولة الساطينية يعني مع المعيز الذي دين الله عندما جاء إلى مصر لكن قديلاً عدده كبير جداً الآن عدد تقلص جداً 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 سوى تحليداً يعني هناك عشر قبائل أمازيغية في السواء الأمازيغ ما يزيد عددهم في السواء عن 7000 أمازيغين لدي معلومات بأن هناك أيضاً قبيلة الهوارة في جنوب مصر وهي الهوارة هذه القبيلة مكونة من ثلاث سروة فرع منها يعني يأتي أصول تعود إلى الشمال وفرع أولاد يحيان لدينا معلومات أماني بأن العديد من العائلات في منطقة سوى ترجع أصولها إلى منطقة الشاوية في الجزائر أليس كذلك؟ لا، هناك قبائل أمازيغية في قبيلة قبيلة يعود في أبورني يعود وصولها إلى المغرب وفي قبيلة الزناين يعود وصولها إلى الجزائر وهي فرع من قبيلة الزناسة أما الثماني قبائل الأخرى فهي تعود إلى أمازيغ جبل نفسها إلى ليبيا فما في سبا نفسها نعم تفضل سيمو عمد في الحقيقة أنا أحيي كل تحية إمازيغا جلسيوة حتى من المعروف الدولة المصرية النظام العروبي الذي قدم شئ الكثير للعروبة والذي حاول أن يساند كل أنظمة العروبية اللقيته في العراق مثلاً ضد الكورت وكذلك في بلداننا المغربية والجزائر ومن غيره أنا سعيد جداً حينما نرى أو نسمع أحد من مصر يتحدث عن أصوله ويتحدث عن هويته ويناظل من أجل وجوده ووجود الأمازيغ ونحن كأبناء شمال إفريقيا من سيوى إلى الكناري حينما نقول هذا من سيوى إلى الكناري نقصد نحن كأبناء وطن تامسغى وهذا وطن الذي سلب منا عنوة من طرف العروبيين الذين يستغلوا كثير من وسائل من الدين وغيره من وسائل الوقحة في حق الأمر ومعركتنا هي معركة واحدة سواء أنت من المغرب أو أنت من الكناريس أو من المصر أو من الزائر هي معركة الوجود وبالتالي معركتنا هذه هي معركة في النظام يحاول أن يقصي أو يبين أو يذكر لوجود شعر العريق اسمه الشعر الأمازيغي والشعر الأمازيغي له التاريخ في المقاومة وفي الدفاع عن هذه الأرض استرخصت نماؤه من أجل وجود، استرخصت نماؤه من أجل كرامة محمد من خيخون، استسمح هناك صعوبة في مواصلة الحوار معك سأتعاود الاتصال بعد لحظة نواصل معكم مستمعين الأفاضل الحوار الذي يجمعون الليلة حول موضوع أمازيغ مصر مع أماني الويشاحي أماني التفضلي بالبقاء معنا سنأخذ فاصل قصير بعده سنرجع إليك مباشرة شكرا 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 سنرجع إليك شكرا إذن بعد هذا الفاصل الموسيقي كذلك من الموسيقى الأمازيغية أقصى شمال المغرب خالد تزري استمعنا إلى موسيقى آلية معنا مباشرة من القاهرة كما استمعتم قبل لحظات أماني الوشاحي هي عضو من الشبكة المصرية للأمازيغ في هذا البلد الإفريقي أماني في كل هذا الحراك الاجتماعي هذه الثورات التي تعرفها المنطقة الأمازيغ أعتقد أظن أنهم واعون بأنهم أقلية في منطقة يحيط بها منطقة عربية أصلا كيف تموقعتم في كل هذا الحراك الذي سبق وأن عاشته مصر قبل أشهر هل تقفض على فترة الثورة مثلا؟ نعم كل هذه الثورات التي شهدتها مصر وليس مصر فقط وإنما كل المنطقة سؤالي هذا لندخل في شق الحالة أو الموضع القانوني لأمازيغ مصر كيف حالكم الآن على المستوى القانوني على المستوى حريات الأقليات وحقوقهم؟ كلمة حق أنا أريد أن أقولها هي مصر في قبل الثورة يعني مصر في عهد مبارك تحديدا شهدت حراك كبير جدا في مجال حقوق الإنسان نعم يعني مصر خضت خطوات كبيرة جدا نعوى حقوق الإنسان ليس فقط حقوق الأقليات لكن على جميع المستوى حتى أيضا في مجال حقوق المرأة والطفل والمغاقين لكن بعد الثورة وبعد صعود السيارات الإسلامية هناك يعني بيتبوادر ليه حالة من التراجع عن كل هذه الخطوات يعني هذا شيء مؤسس يعني مع الأسف الشريط يعني يعني عن سبيل المثال هناك جلسة غدا في مجلس الشعام البرلمان النسطي ليه بتراجع عن قانون الخلع وهو أحد الخوانين اللي حصلت عليها المرأة المصرية في مجال حقوق الإنسان يعني هناك تراجع الآن من البرلمان الإسلامي هذا شيء مخيف يعني وهذا الراجع لماذا أماني؟ تراجعات في خطوات مصر أخذتها في عهد مبارك نخل حقوق الإنسان يعني أنا قلت أن مصر في عهد مبارك خطط خطوات كبيرة نخلح حقوق الإنسان أبرزها مثلا سبيل المثال هناك تعديل تم في الدستور لإضافة أن مصر دولة قائمة على المواطنة يعني وهذا الشيء يعطي المساواة لكميع طوائف الشعب المصر يعني بأي أمكان اختل المختلفين عمقيا أو دينيا أو مذهبيا وهل كانت هناك مساواة في عهد مبارك؟ في عهد مبارك نعم نعم كانت هناك مساواة يعني هذا كان في عام 2006 كان هناك طلب الرئيس كنا على طلب من الرئيس مبارك كان هناك تعديل في المثال أولى من الدستور لأن تنص على أن مصر دولة قائمة على مبدأ المواطنة هذا المبدأ يعني هناك الدستور الآن يعني ربما يصبح دستور إسلامي وهناك احتماليا أنهم يريدوا إضغاء هذه المبدأ هذا شيء خطيئا فيما قبل الثورة كان هناك حقوق كثيرة جدا لجميع الطوائف من بما فيها الأمازيغ لممارسة حقوقهم يعني مارس حقوقك الثقافية واللغوية ولكن الخوف الآن يعني هناك انتكاسة في حقوق الإنسان مع الآثة الشديد بعد ثور التنادي تريدين أن تقولي أماني تقولين أن الثورة أتت بنتائج عكسية لما كانت متوقعة؟ نعم الثورة لأنها تسببت في صعود الطيار الإسلامي والطيار الإسلامي مع الأسف تصرفاته كلها عكس حقوق الإنسان والخوف وأن كلما تمكن أكثر كلما جاء نتج هذا سلبا على حقوق الإنسان وعلى المنجزات اللي مصر حققتها قبل الثورة أنت شخصيتك وشخصك الكريم طبيعة الحال زورت المغرب شمال إفريقيا شاركت في مؤتمر للأمازيغ هناك في مدينة طنجة ما المطالب الآن للأمازيغ أن يقوموا به حماية لمصالحهم حماية لحقوقهم اللغوية الهواتية ما المطلوب؟ الأمر يختلف من دولة لأخرى لأن وضعية الأمازيغية مستحيل أن تقاس كلها في فلة وحدة أنا أقصد أمازيغ مصر طبعا حال أقصد أمازيغ مصر بتختلف في كل دولة عن الأخرى أقصد أمازيغ مصر بالتحديد أمازيغ مصر يعني الوضع الآن جميع الأقليات الآن الدينية والعرقية والنذهبية في فلة وحدة يعني لأن صعود الإسلاميين يمثل خطرا على كل هؤلاء فالجميع هنا في فلة وحدة يعني إحنا أسسنا من سبوع أسسنا التحالف المصري الأقليات وذلك ربا على أسلمة الدستور أو محاولة الإسلاميين لأسلمة الدستور يعني أجمعية تأسيام الدستور غالبيتها أو كلها إسلاميين وهذا يشط الخطا على الحقوق الأقليات فذلك أسسنا التحالف المصري الأقليات الجميع مع بعض في ساتف المصري نعم من معكم بالإضافة إلى الأقباط؟ من معكم في هذه المجموعة؟ أقليات أقليات مثل يعني اللوبيين وهناك البهائيين نعم وبدوسينة الكل يدافع كل تم إقصاء وتهميش ونحن نحن مدافع عن المادة الأولى من الدستور ولا تنص على المواصمة كارثة لأن هذه المادة لو تم حس هذه الكلمة كارثة ربما يقول البعض الآخر ليست بكارثة وإنما تطبيقا للشريعة الإسلامية التي تدين بها الأغلب المصريين ربما أقول ربما هناك من يقولون هذا بالفعل نعم مع الأسف نعم محمد بورس ما زلت معنا؟ لا زلت معكم في حقيقة الأمر كذا لكل جولة أمر يختلف عند الأولى الأخرى ولكن الخلاصة القول في هذا أن الإسلامويين أو المتأسلمين وكذلك المتياثرين المعروفين باليسار في هذه المناطق الموصف المريب يختلفون طولا وعرضا ولكنهم متفقين في العروبة نعم متفقين في العروبة متفقين للإبادة ما يسمى بالأمازيغيين أو بالأقليات حسب أدبيتهم إلى يومنا هذا شعبنا يقمع ويضطهد لأسف شديد نرى مسيرات مليونية أو مئات آلاف نصرة لقضايا العروبية نعم اليساريون أو المتياثرين وكذلك المتأسلمين ينظمون مسيرات مظاهرات نصرة لقضايا العربية ما موقع قضية أزوات ما موقع قضية أزوات ما موقع قضية أزوات اخوتنا أو المناظرين أو الشعب الذي ينظف في وجه الأنظمة الشمولية في مالي وكذلك في سينتال وفي نيش وفي ما موقع هذه القضية ما موقع قضية الشعب التي يعاني من ملاد ويلاد هذه الأنظمة العروب التي تقيتها بتبعاتها ما موقع قضية نحن جاءما سيغل الذين طالب الحديث الوجود لأسف شديد لا أحد يستمع رأينا رأينا في مغري مثلا حسب الحاكم اليوم في المطرف الحسب العدل المتمين حسب الإسلاموي الذي يقض بالكيران الذي استعزأ بحارفه في حرف حرف أنازيغ أما الحرف الذي تعلم في مطرسه الحرف العربي والحرف آرامي لأسف شديد الكل يعادي قضايا وطنية الحقيقية الكل يعادي هذا الشعب الشعب الذي استمس دماغه من أجل وطن الوطنيين الحقيقيين الذين نفضل من أجل كريم من أجل كريم لأسف شديد نحن لدينا معركة طويلة نفذ مع هؤلاء محمد محمد أستسمح من جديد للأسف شديد صوتك تقطع من حين لآخر دعني أسأل دعني أسأل من جديد ضيفتنا الكريمة لهذه الليلة أماني الوشاحي من القايرة تواجد أو حضور الأمازيغ في المشهد العام الإعلامي في مصر ربما مثلهم كمثل الأمازيغ في ليبيا بعد الثورة وعندنا في المغرب هل لديكم قناة تلفزية ربما أو حضور ولو لساعة يومية في قناة ما إذاعية وتلفزية ما هي الوضعية في مصر مختلفة عن هذا يعني مصر لا يوجد فيها نظام التوقفي يعني مصر ليس دولة طائفية ذات نظام طائفي حتى يتم يعني تقسيم ساعات تلفزيونية لمصر دولة ذات نظام مركزي دولة مركزية ولكن القنوات المحكورية الخاصة بالدولة وأضر القنوات الخاصة يعني بتفسح ساعات كثيرة للتخصية للجميع يعني وفقا للأهمية وليس بالضرور يكون هناك ساعات ثابتة يعني ولكن إذا كان هناك حدث الهم بسم التخصية الأخبار تأتي لا ظهر جميعا من الشطاء وجميع من أشخاص بنظر على الشاشات من أشخاص المواصل يعني لا يوجد نظام التقسيم يعني كل طائفة لها ساعة مثلا لا يوجد هذا النظام وأيضا لا يوجد إقصاء لأحد يعني الجميع بيظهر بصورة عادية من أشخاص من أشخاص visita la web viajesgiromar.es haz tu compra y reserva online estamos en Carré Mayor 272 Bajos en Salle Girona nuestro teléfono es el 972-2494-49 y en Marruecos 05-36-60-8402 Viajes Giromar la mejor elección para tu viaje a Marruecos viajesgiromar.es موسيقى 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 إذن من جديد نشعر الحوار دينا مع أماني الوشاح مباشرة من القاهرة أماني الوشاح هي بالإضافة إلى مناصب أخرى مستشارة رئيس منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي في ملف مزيغ مصر طبيعة الحال ياسي كريتيرا عامة لمنظمة اتحاد شمال إفريقيا عضو الحزب الوطني الديمقراطي سابقا في مصر عضو حزب مصر الأم حاليا إلى آخره إلى آخره أماني بكل هذه المناصب بكل هذه النشاطات لشخصك كيف ترين من هذا التموقع النشاطي طبيعة الحال إمكانية تحقيق شيئا ما من حقوق الأمازيغ سواء في مصر هو حقوق حقوق يعني ما نقداش نكتلم عن حقوق الأمازيغ اللي وحدهم في مصر كان منفصلين لأن هنا يعني كما سألتني منذ وقات وقلتلك أن وضعية الأمازيغ بتختلف كل دولة عن أخرى الوضعية هنا في مصر كل الأقليات هنا مرتبطة مع بعضها يعني حتى تحصل على الشيء يعني القانون لا يعطي الشيء لطائفة فقط وحدها عن ذلك الحواف للتالي يعطي الجميع مع بعض الوضعية هنا كل مزيد في مصر يحصلها بتفعيل المادة الأولى من الدستور وهي المواطنة لأن هذه موجودة ولكن يعني قلنا بعض القوانين فعلت هذه المادة هناك قوانين لم تفاعلها فإحنا يجب أن نحافظ على المادة أولى من البطول وهي القوصة المواطنة ويتم تفاعلها في صورة قوانين بشكل كامل يعني المواطنة عندما من خارج في المواطنة الكملة مع جميع الشعب المصري هنا سيحصلون على حقوقهم يعني الأمر هنا مختلف أنت بتتتلم 70000 واحد مثلا من 20 اليوم نا عدد ضئيل جدا هنا مواطنة نا فقط يعني أن يكونوا لك وسواء ما بين الجميع وهذا ما نحشى أن يتم التراجب فيه ما نشاتك في الكونغريس الأمازيغي العالمي أماني أنا متشار للرئيس لملف أمازيغنا نعم لكن هذا هو المنصد نعم بالتحدد أنتم تقومون بالنشاط ما معين بتحركات معينة على أرض الواقع أما الملف ما زال معلقا لنقول مثلا الملف الملف لازال معلق بالتأكيد لأن الأوضاع في مصر ما زال هناك إجراء يعني الأوضاع لم تستقر بشكل كامل أيضا هناك ملفات أهم على الساحة الأمازيغية تجغل الكونغريس الآن مثل ملف ملف وملف أدوات يعني هذه ملفتين دول تحديدا يجغلوا الآن الكونغريس أكثر من أي ملف أخرى أماني قلتي تحدثت خارج البث معي عبر الهاتف أن الحالة الآنية الآن في مصر للغة الأمازيغية حالية مثرية أو لا يحسد عليها ما السبب في هذه الوضعية الحالية الأول اللي حصل من حوالي أبطر لليل خمسين سنة كان أقل في عدد الأمازيغ سوى بشكل كبير فارتكبوا يعني خطأ قاتل أنهم أخذوا من القبائل العربية ومزغوهم يعني حتى يزيد العدد فأولا أصبح الآن عدد العرب المتمزغون أكثر من عدد الأمازيغ أوكي نعم وعندما دخلوا دخلوا هؤلاء العرب يعني الأمازيغ كان يعتقدون أنهم سيمزغونهم ويصلحوا أمازيغ فالكارثة أنهم دخلوا بثقافتهم دخلوا بلغتهم فهذا أثر على الأمازيغية يعني الثقافة الأمازيغية على اللغة الأمازيغية مع مرور سن تحولت يعني الثقافة العربية أصبحت تضغى الآن على الثقافل الأمازيغية يعني لديك بعضا من الثقافة الأمازيغية أيضا اللغة له synth أثف إلى اللغة العربية يعني قوة الإسلام أثرت على اللغة الأمازيغية يتحدثون الآن الأمازيغية خليط من الأمازيغية وال العربية مع آسف الشديد ولا يقرؤون ولا يكتبون هم متatemازيغي المتدين هم متدين هذا أمازيغ مصر أماني نعم هل لديهم ديانة هل يعتنقون دينا ما هم مسلمين يعتنقون الإسلام الفلي على مزال لبنالك لابد من سؤالك هل تتقنين حرفا كلمة أو جملة بالأمازيغية بالإمكان اسمعنا شيئا بالأمازيغية يعني أفكر بعض كلمات بسيطة لا أستطيع أن أتحدثها ولكن أعرف بعض كلمات بسيطة في اللغة الأمازيغية ربما قد تفهمين أكثر مما تتكلمين أعتقد يعني إلى حد بس أنا أتمنى أن أجدها أن أتعلمها وأتمنى أن أكتبها وأقرأها يعني هذا الأقصى ما أتمنى أنه خطيقا يعني لكل الأحد هنا يقرأها وإن يتقنها محمد بوراس في خيخون ربما لديه تساؤل تفضل محمد ليس هو تساؤل وإنما في ملاحظة أو إضافة نحن من المازيغ اتماعا إلى الأرض واللغة ليس دائما الاتماعي شامعيا مثلا في مكسيك المكسيك يتحدثون إسبانيا هل هم إسبانيين؟ أمريكا اللاتينية تقريبا تحدثون إسبانيين ليس بإسبانيين برازيلي تحدثون بورتغاليا أهل هم بورتغاليين وإنما هم برازيليين لاتينيين لوية ليس هم بإسبانيين أو برازيليين إذن اللغة ليس دائماً مستدد للوية معتنى للشاعر في شمال إفريقيا أنظمة العروبيا أو كفة العروبيين الذين عاشوا في هذه المنطقة حاولوا أن يعرفون ما يمكن تعريبه في هذه المنطقة يعرفون الحيوان تصور معي الحيوان تتعرض للتعريب دائماً نسمع عن جواد عربي أصيل هذا تعرف الحيوان إنهم دائماً يحاولون إقصاء واستقصاء كل الشعار الأخرى يعرفون الطعام دائماً نسمع التطبخ العربي دائماً نسمع الكوسكوس ليس هو بالعرب رغم ذلك يحاولون التعريب ويقولون بأنه التطبخ العربي إنه أمر مشين في حقيقة الأمر دائماً يصرحون كل شيء يحاولون السرق الهوية والتاريخ وقتل اللغة الأمازيغية بتأسف هذه الأمور ولكن هيهاد و هيهاد إنهم منازمون في هذه المعركة رغم أنها معركة أكثر من 12 قرن الأمازيغ رغم ذلك لا زلنا تحدث بالأمازيغية لا زلنا نعي بوجود بحقنا في وجود بحويتنا بتاتيخنا بحضارتنا إذن نحن عقبية إذن نحن منتصرون لا زلنا موجودون من لا زلنا نحب هذه اللقاء وهذا الانتماع لازلنا نفتخر بأمجادنا السابقون من مننا سينسى مسئسة حينما قال إفريقيا للأفارقة نعم اليوم أنا الأول لنقول لا مزغلنا نحن نحن لا نطلب أي شيء لا نريد أن نطلب العرب من الشمال الفقية كما يقولون حينما يتحدث عن إسرائيل يريدون رميها في المحر ولكن نحن لا نريد أن نطلب هذا الشعب نحن نحب الآخرين نتعادش مع الآخرين ولكن عليهم أن يحترمون وجوده وأن يحترمون وجوده نعم شكرا لزميل محمد بورس شكرا دعنا نعطي كلمة أخيرة لضيفتنا العزيزة في القاهرة قبل أن نودعها متمنينا معها ومع باقي الأمازيغ في مصر وباقي المواطنين المواطنين كل المواطنين في مصر بالحرية والإنعتاق والمواطنة الحق أماني الوشاحي شكرا لك الشكر الجزيل للإطلال على برشلونا الرادي وعلى مستمعين في الشتات المغربي أينما كانوا لك الكلمة الأخيرة شكرا أشكركم للغز وأنا أرسل بحياتي لجميع الأمازيغ في المهجر وفي المواطنة على شمال الأفريق وأهنئ أخواتنا في أزواد بالاستقلال ونعلم نتمنى نحن أخواتنا في ليبيا أن تنتهي وبالنسبة لنا في مصر نتمنى أن نستطيع أن نحافظ على المادة الأولى من الدكتور وواطنة وأن ننتصر في معركتنا معركة الدكتور مع تيار الإسلامي ونحافظ على مدنية مصر كما هي شكرا جزيلا من جديد لضيفتنا أماني الويشاح موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة